السيادة المميزة والبسيطة جدا وكمان القرهيبة لقلوبنا اللي مجرد ما بنشوفها كده بنحس بكتلة من نشاط والحماس اللي يمكن كلنا بالفعل منتظرينها ازاي تكوني ستبتشاطرة وقدي المسئولية وحتى مهما كان الوضع عندك في البيت ابسط من كده تعالوا مع بعض نشوف كتلة من نشاط والحماس واهم حاجة الرضا والتواضع اللي موجودين عندها بتها اي نعم بسيط جدا لكن صدقية ممكن يكون اشبه زي بيوت معظمنا البيوت البسيطة يعني اللي مش مكلفة ابدا اللي مفيش فيها بقى الصراء الفاحش ولا الحاجات اللي ممكن تكون اوفر وحتى كمان قافة اللي موجودة عندها في الدلاب وفضتها هنا كده وبدأت تحط عليها كل يعني يعتبر الاقسام الخاصة بالتصريحة لو كانت مش موجودة عندها حتى كمان روتينها في غسيل الموعين الروتين العادي والتقليد المعظمنا يعني لا تقولي اللي بقى عندها غسلة اطبا ولا الكلام ده ابدا يدوب التلاجة والغسلة العادية والبدائية اللي موجودة برا والوضع بالنسبة لها عادي جدا وعالرجم من ده كله بتقولكوا يا سلام على قمة الرضا والسعادة والبهجة اللي بحس بيهم عندي في البيت والبيت زي ما احنا عارفينه ممكن يكون موجود في غابة او يعني منطقة ريفية المهم يعني يا جماعة البيت في حد ذاته متهضع جدا والمنطقة اللي حوالين البيت الصراحة يعني حاجة كده ترد الروح طبعا بقى وسط الشجر والجنين والحاجات الحلوة لكن في المجمع العام بتحاول تهتمب ده كله بتحاول طبعا كل يوم والتاني كمان ترنضف وتعتني بالمنطقة اللي حوالين البيت خصوصا طبعا بقى كده تساقط اوراق الشجر في منطقة اللي زي دي اكيد بصورة مستمرة لحد طبعا ما بنغير المكان ده تلقي تعالوا كمان ندخل دلوقتي على المنظم اللي بتقول بقى لي فترة طبيلة كنت بأحلم به وهتبدأ كمان كانت ورينة فرحتها ده وهي بتبدأ تنظم طبعا المكان وتشيل يعتبر كل الحاجات اللي كانت موجودة عندها وتبدأ طبعا تنظم وتوضب معانا المنظفات بتاعتها في المكان هنا واحدة واحدة كده طبعا لحد ما بنوصل للشكل والنتيجة اللي هي عايزها بتقول طبعا كان الاول عندها استند تاني المهم يعني هتحاول تنظم الستند اللي موجود ده وتبدأ كمان توضب المكان وتتخلص من الستند القديم اللي يعني بتقولك هنا يعتبر الصدق كان وصله وتبدأ طبعا تدخل بقى معانا المنظم البلاستيك الجديد وفرحتها بيه ما اقولكوش بقى يعني تخيلوا كده كم واحدة فينا ممكن يكون مستوى المعيشة بتاعتها أحسن وأجمل منها بمراحل كتيرة لكن للرضى ولا السعادة موجودين عندها وتيجي تبصوا كده عن نمازج أبسط مننا بكتير لكن بيعاد يومهم ازاي ببركة ربنا بالفعل والسعادة والرضى اللي موجودين عندهم هي دي يعتبر كنز الكنوز اللي يمكن كولينا بالفعل مفتقدين وازاي طبعا تكوني منظمة ومرتبة حتى كمان قطبقها البلاستيك كل حاجة حطتها هنا يعتبر على المنظم القدامنا ده وعلى إبقى المرايب بتاعت المقبخ ومسكت كمان الأرض كده تبدأ ترش هنا وتحط يا سلام سجدة كده بسيطة ومتوضع وتبدأ تحط كمان عليها الغسلة بتاعتها يعني بتحاول تجمل وتبسط لنفسها الدنيا ويمكن هي دي الحاجات الحلوة اللي احنا عايديين نشوفها يعني لو تقوليه بقى كده دهان سعره غالي جدا ولا بلاط سعره غالي أبسط الأمور بتفرح بيها نشوف هنا كمان دلوقتي يوم جديد وبتقولك الشمس طلعت هنا وإنها أرضا كنت مكسلة شوية لكن عالمين ده أنا أم دلوقتي هتلاقوني كتلة من النشوط والحباس في البيت وبتبدأ طبعا توضى بالبيت التوضيبة اللي يمكن كلنا عارفينها وتوضى بحالها كمان في غرفة النوم وزي ما قلتلكم حال الأرض عندها مفيش فيها بقى السراميك والطبقات والحاجات الغالية جدا بل بالعكس الأمور العادية لكن هتلاقيها بتحاول كترش المياه في الأرض وتحاول تكنص طبعا الأرض بصورة يومية عشان تضمن كمان أن الدنيا حواليها زي الفل وما تعفارش الدنيا أبدا بقى طبعا لأن احنا عارفين الطبعة الأسمنتية اللي زي دي لما فيش عليها مياه هتلاقي الأتربة واصلة عندك في كل مكان في البيض لكن من الواضح ما شاء الله عن النظافة والنظام والترتيب كل حاجة جماعة في مكانها الطبيعي وبتحاول بالفعل أنها توضى بكل حاجة بقادر الإمكان وزي ما قلتلكم النظافة مالهاش عنوان النظافة مالهاش دعوة بمين عايش في قصر كبير ولا مين عايش في القرية بسيطة ومتوضع ومنزل ممكن يكون قودة وصالة ومطبخ وحمام متواضعين جدا النظافة أهم من كل ده ما تتكلميش خالص بقى كده عن النظام والترتيب وتقولي أن أنا مفتقدة وما فيش عند الإمكانيات المادية اللي تخليني أقدر لنفسي حلم من أحلامي أظن أنتوا شايفين دلوقتي البساطة فقابها صورها والنظام والترتيب كمان اللي هي بتقوم بي بقدر إمكانياتها المتوضع بالفعل شكل البيت يعني مش محتاج شرحة أكتر من كده يوم جديد في المبخ ومواعين بقى أكوام زي ما أنت شايفها جابت بقى طبق يعني هنا بلاستيك كبير والبالفعل كده المواعين اللي بتخسلها بتبدأ تصفيها في الطبق البلاستيك ده وأظن دي كمان الخطوات البداية والبسيطة اللي معظم الستيرب بتعملها وهو تقولك المنظم كمان أو الترب اللي قدامكو ده كان محتاج تنظيف فقرات كمان هي كده تجيب له هنا يعني سبونشة ومية وصابون ورغاوي ويلا بينا نخسله مع بعض يعني زيها زي أي ستها بتحاول تنظم وتوضب البيت وتوصل معانا لنتيجة تبقى مبهرة جدا وأظن ده بالفعل اللي انتو شايفينه دلوقتي معانا وهتبدأ معانا كمان كده دلوقتي خطوات التنظيف وهي بتنظم وتوضب وترجع كل حاجة لمكانها الطبيعي ويعتبر ده الروتيني السريع بالنسبالها الروتيني اللي أي ست بيت مستنية تقوم بيه وكمان حاملة التنظيف المبخ وان هي تتخلص من كل الكركبة والفوضى وتبدأ كمان ترش على الارض بقى شوية المية وتبدأ طبعا تكمس الارض معانا وتوضب حالي المبخ بالنسبالها المهم طبعا وصده كله النتيجة النهائية اللي احنا هنشوفها مع بعض لا تقول لي إمكانيات مادية عالية ولا كمان تفاصيل ممكن تبقى صعبة بالنسبالك بأقل القليل والرضى النفسي والسعادة تقدر طبعا تحايل نفسك كل اللي انت بتدور عليه بقالك سنين وسنين بالنسبة كمان بقى كده الحلال السلس وتنظيفها تعالوا نشوف مع بعض السر من أسرارها حالة المية بتغلي على النار وبتقول لك الصابون الأبيض اللي زي ده بشر صريع بقى كده معاكي للصابون الأبيض بالفعل بقى تستخدميه في الملابس تستخدميه بقى كده في إزالة أصعب البقع اللي موجودة وبتدوبيه الأول كده في شوية ماية سخرين على النار وشوية كربوناتو ومعجون الأسنان وما أقول لكوش بقى كده على المعاني اللي انت هتشوفيه يعني خلطة قوية وفعالة عشان ترجعي اللي استلس بتاعك بيرجع زي الأول وكأنك لسه شريع جديد طبعا دي بقى الخطوات اللي يمكن كل ست بيت بتحاول تفكر فيها مع شوية من الخل وشوية صابون سيل وشوية كمان كده يعني بودر من الصابون العادي أو يعني المسحوق العادي اللي موجودة عندك خلطة فعالة ما أقول لكوش بقى استخدميها في كذا حاجة الملابس البيضة ماشي هنا كمان برضو تنظيف الاستلس زي ما قلنا لحد ما بتوصلي للنتيجة اللي انت بتدور عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا بينا كمان دلوقتي ندخل هنا مع بعض على حمامها البسيط والمتوضع وكمان حامل التنظيف في ما أقول لكوش بقى من جوة ومن برة والأرضية ويعني اقوى الخلطات اللي انت ممكن تعمليها بنفسك اي نعم هي صعب توفى لنفسها المنظفات وكمان في بعض الاحيان التانية المنظفات دي بتعملها بنفسها شايفين حتى هنا كمان كده الراف اللي موجودة عندها في الحمام اللي ممكن تحط عليه الصابون السيل بتاعها تحط عليه الشقرات الشامبوهات الكريمات الصابون العادي شكلها متوضع قد ايه شايفين طبعا حجم الحمام عندها بمدى التوضع اللي موجود عليه لكن زي ما قلتلكو يا جماعة اهم حاجة النظافة والشكل يعتبر المكاني النهائي اهم حاجة يا جماعة ريحة الحلوة ويننسي تبقى عايشة في مكان مهيئ قدمية فيه ناس ممكن يكونوا عايشين في قصر فخم جدا واظن الفيديوهات اللي زي دي بنشوفها لكن ما تلاقيش بقى لا سعادة ولا رضا وكمان القصر ده ممكن كمان ما تطيقش تعادي فيه خمس دا على بعض من الريحة الصعبة اللي موجودة فيه من قلة النظافة وقلة الاهتمام ويمكن هي دي بقى كده الاماكن اللي احنا بنحب نتفرج عليها السيدات البسيطة اللي طبعا عندهم رضا نفسي وسعادة وده كمان بينطبع علينا احنا كمتبعين بنحب نتفرج عليهم وتحس ان انت تستمدي منهم كده الطاقة والباور وبالفعل السيدة اللي قدامنا دي النموذج لده عمتا كده هسابكوا دلوقتي مع بعض تستمتع بالفيديو للنهاية واتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد لايقاتكم الحلوة وحمسكم واشتراككم معي عشان ابيركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة